السلام عليكم في فيديو لهم سنرى أمرين استخدامهم بشكل مباشر من الترمينال لا يوجد أي فائدة أو جدوى فعلية وإنما الاستخدام الفعلي والقوة الحقيقية لهذه الأمرين تظهرها بالسكريبتات التي لا أكتبها لا أكتب عن أمر Dear Name و Based Name الأمر الأول Dear Name يستخدمه لحتى أحصل على مسار الكامل لملف معين والأمر الثاني Based Name يستخدمه لحتى أحصل على اسم هذا الملف على الممكن واحد يقول طيب أنا إذا كنت أعرف ما هو الملف فليش لحتى أستخدم الأمر لحتى أعرف ما هو اسم الملف يعني من أول البيضة واللجاجة لا مثل ما حكيت بالسكريبتات بعض الأحيان بيكون اسم الملف هو Variable وأنا ما بعرفه فأنا إذا كنت أريد أن أستخدم اسم هذا الملف بمكان ثاني فممكن البيضة يكون له فائدة فعلية الآن سوف نرى كيف نستخدم هذه الأمرين وبعدين سوف نرى مثال فعلي كيف أنا أستخدم Dear Name بنظامي طيب الاستخدام الأبسط لهن فأنا أقول له Dear Name وبعدين أعطيه اسم ملف وبعدين أعطيه المسار بالكامل فلو أجيت لل.config GTK بعدين GTK File Chooser.ini سوف نرى أنه سوف أعطيه اللي هو بال.config GTK طبعا كلاب مواضح لأنه أنا أراه هنا ولكن مثل ما حكيت الآن سوف نرى كيف أنا أعمالي استخدم هذا الأمر بالنسبة للأمر الثاني البيضة فبنفس الشكل إذا قلت له ببيضة طيب أنا لو كان بدي من اسم الملف بس الاسم ما بدي الاستخدام فرح اجي وقل له بعد خلينا نشوف لي شماله يشتغل غلط طيب طيب لو اجينا قلت له base name dash s dot eni ini ثم ضد .config GTK وعطيته أنت سوف نرى أنه لم يرزي الإسم والكامل شغل الأستخدام ورجع لي فقط GTK File Chooser طيب خلينا نرى ما هو الاستخدام الفعلي لهذه الأمرين او بالنسبة لأمر الـ Dear Name لو اجيت انا فتحت هذا الملف انا ببعض الأحيان بيكون بدي يشوف فيلم من الأفلام اللي موجودة عندي وما ليعارف شو الفيلم اللي بدي يشوفه يعني بدي فيلم عشوائي فأنا عامل سكريبت انه بيجي للمسار اللي موجودة في الأفلام اللي عندي بعدين بيعمل عملية شفل بيعملها عملية خلط وبيرجع لي اي ملف عشوائي اي فيلم عشوائي طيب انا لحتى السكريبت المعينة مو انا السكريبت اللي كاتبها تعرف شو هو اسم الملف اسم الفيلم او مساره فأنا اول شي متل ما حكيت عطيته المسار الكامل للملفات بس انا ضمن هذا المسار كل الفيلم موجود بمساره او بمجلده الخاص يعني بس مجرد عملية الترتيب ففي هذه الحالة المسار الكامل للملف او للفيديو او للفيلم ما له معروف فأنا اجيت اول شيء او شيء حددت وين بده يدور بعدين اجي الامر اللي بعده او السطر اللي بعده بدي من هذا الامر انه يجب لي او المسار للفيلم اللي عمالي يدور عليه بعدين حتى استخدمه بخطوة ثانية انه يعطيني صورة الكفر يعطيني بعض المعلومات عن الفيلم طيب هذا واحد من الاستخدامات اللي انا لقيتها مفيدة لامر الدير نيم ممكن كمان البيز نيم انه يكون انت في عندك مشكلة معينة عمالك حاول انك تكتب لها سكريبت وتلاقي مفيد وتستخدمه فلا تقول انه هدول الامرين ما لهم اي استخدام فعلي هذا كان كل شي بالنسبة لدير نيم وبيز نيم بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبامان الله